اشتركوا في القناة معكم مهندس عماريا سلقمس خريج جامع سليمان ديمرل في صبارطة في تركيا هندس نظم طاقة الحمد لله كنت الاول على دفعتي طيلة سنوات الدراسة وعندي خبرة تدريسية ابتدأتها من سوريا واستمرت فيها في تركيا في مجال الدورات الكلاسيكية ومجال الدورات عن بعد اونلاين حاليا اقدم دورة المعادلات التفاضلية عبر اكاديمية نيردز اكاديمي ودورة الدرميكا الحرارية وان شاء الله في دورات قادمة في الفصول القادمة باذن الله تعالى في السنوات القادمة ان شاء الله طبعا هايولوداية تعريف مختصر عن نفسي خلوني عرفكم بالاكاديمية اكاديمية نيرز اكاديمي هي عبارة عن اكاديمية انشأها خريجون سوريون درسوا في تركيا ومعضوهم اندرسوا في بعض الجامعات التركية وعندهم خبرة طويلة في المجالات اللي بدرسوها وهدف الاكاديمية بالاساس مساعد الطلاب العرب المقيمين في تركيا ويلي بدرسوا في الجامعات التركية باللغتين التركية والانجليزية هدف الاكاديمية انها تتوسع وإن شاء الله حاليا في خطط جادة في موضوع التوسع من ناحية المواد ومن ناحية الأفرع إن شاء الله تعالى والأكاديمية بتراعي وضع الطلاب العرب المادي متواجدين في تركيا فلذلك في عروض كتير في خصومات كتير بإمكانكم أن تستفيدوا من موضوع الخصومات والتقصيد المريح بإذن الله تعالى بإمكانكم أن نتواصل مع الأكاديمية بهالموضوع هذا مع الإدارة طيب بالبداية خلونا نعرف بالدورة صراحة أنا ما بعتبر هاي دورة بتشرح مادة وإنما بتشرح علم علم اسمه thermodynamics أو thermodynamic بالنسبة إلي بالنسبة لفرعي هندس نظم الطاقة في جامعتنا مادة thermodynamics كانت مادة مهمة جدا جدا ونحن درسنا حوالي 7 أو 8 مواد لهالدرجة هاي 7 أو 8 مواد مشتقة تماما من مادة thermodynamics حتى في بعضها عبارة عن أبحاث في كتاب يونس تشنجل لكن احنا أخذناها بشكل موسع أكتر من هيك فمادة thermodynamic مادة مهمة جدا جدا حتى ممكن هي أصلا موجودة في كل الهندسات في كل الجامعات التركية بالاستثناء ومهمة جدا بالنسبة لطلاب الهندسات طبعا في بعض الطلاب يأخذوها تيرمو فقط بدون تيرمو بير و تيرمو ايكي بعض الطلاب يأخذوها مقسمة على قسمين تيرمو بير و تيرمو ايكي طيب بعد ما حكينا عن المادة نحن نحكي عن دورة أهم مميزات الدورة بالبداية أن الدورة تفاعلية تفاعلية طبعا بالنسبة للمنصات التي تعتمد عليها الأكاديمية هي منصات تفاعلية مثل منصة كلاسروم جوجل ومجموعات التليجرام دائما في تواصل ما بين الأستاذ والطالب ما بين المحاضر والطالب فموضوع الدورات هي دورات تفاعلية دورات تعليمية يعني في عملية تعليمية متكاملة ما بين الأستاذ وما بين الطالب في متابعة يومية ومتابعة مستمرة طول فترة الدراسة يعني ليست عبارة عن فيديوهات مسجلة مسبقا وبيشوف الطالب وخلاص لا وإنما هي عبارة عن تفاعل يعني مثلا في حال الطالب وجد أي استفسار أي سؤال بإمكانه أنه يتواصل معي وإن شاء الله رح يتم الإجابة عن كل الاستفسارات في حال وجدت أنه السؤال هذا مهم لبقية الطلاب وأنا مثلا ممكن عرضته بشكل سريع فإن شاء الله ممكن في الدروس القادمة نرجع نتلافى هذا الموضوع بإذن الله تعالى فالدورة هي عملية تعليمية متكاملة إن شاء الله رح تكون طبعا يلي أخذ كورسات بالأكاديمية من قبل رح يعرف أنه فعلا في تواصل مستمر ما بين وهناك عملية تعليمية بالفعل ما بين الأستاذ والطالب الميزة الثانية لدورات هاي إنه الشرح باللغات الثلاثة باللغة العربية اللي هي اللغة الأم بالنسبة لأنا وباللغة التركية واللغة الإنجليزية كون الجامعات أغلب الجامعات اللي بدرس هون في تركيا بدرس إما بالتركي أو بالإنجليز طبعا في جامعات بدرس باللغات أخرى مثل الألماني وغيرها لكن صراحة هي جامعة قليلة والطلاب اللي بيداوم فيها وبعدين أنا ما بعرف ألماني فلذلك رح يكون الشرح باللغات الثلاثة طيب شلون رح يكون باللغات الثلاثة الشرح الأساسي رح يكون باللغة العربية مثل ما أنا هلا عم بيحكي باللهجة البيضة بدون بلغة مبسطة جدا بدون تعقيدات طيب الأمر الآخر رح يكون عرض لجميع المصطلحات مثل ما أنتوا شايفين العنوان هون تماما رح يكون في أثناء الدروس بإمكانكم أن تشوفوا المحاضرة المتاحة حتى بدون ما تسجلوا رح يكون في محاضرتين متاحات للجميع بإمكانكم أنوا تطلوا عليهم وتشوفوا نظام التدريس فيهم فمثل ما أنه رح يكون المصطلحات باللغات الإنجليزية والتركية مكتوبات قدامكم ورح يتم شرحهم باللغة العربية ورح يكون شرح الأساسي باللغة العربية بالإضافة لأنه نص المسألة رح يكون مكتوب مسألة باللغة التركية ومسألة باللغة العربية عفوا باللغة الإنجليزية ورح يتم الشرح باللغة العربية مشان باعتبارها هي لغتنا الأم فرح يكون الفهم وتثبيت المعلومات أسهل بكتير في حال استخدمنا لغة تاني طيب المتابعة الحثيثة من خلال منصات الأكاديمية والوظائف ودروس المراجعة مثل ما أنه هذا تكملة لموضوع عنده الدورة التفاعلية فرح يكون في متابعة يومية من خلال منصات الأكاديمية مثل ما أنه من خلال كلافسروم جوجل أو من خلال مجموعات التليجرام رح يكون فيه تواصل يومي رح يكون فيه اطمئنان على وضع الطالب رح يكون فيه متابعة مثلا ممكن الطالب يكون عنده مشكلة لكنه هو ما حاسس عليها فأنا من ناحية رح تطابعي إن شاء الله الطلاب كلها ممكن يكون فيه اختبارات بعد الدروس حيكون فيه وظائف تمام فرح يشوف أنا هذا الطالب مثلا في حال سلمني الوظيفة رح يشوف أنه مثلا فيه عنده نقص بموضوع معين مثل ما قلنا الدورة هاي مانع عبارة عن دورة بالدرس مادة وإنما علم كامل إن شاء الله رح ينعطها فأنا رح حاول أني أعطيك فرع هندست نظم الطاقة رح حاول أني أعطي بها المادة هي رح حاول أني يختزل كل هذا الأمر يعني أعطيك خبرة وثمرة فرعي بشكل كامل إن شاء الله بهالدورة هي كون هاي المادة فعلا هي تختصر يعني بنسبة لي أنا التلات مواد هي أساسية بفرعي الثيرمو ديناميكس والثيرمو ديناميك والأسل ترانسفيري والأكشكان لار ميكانية هالثلاث مواد هنه هنه البابا درس بالنسبة لفرعنا فإن شاء الله رح حاول أعطيكم الزبدة حتى في حال وجود مقارنات ضروري إنه إحنا نحكي عنه ما بينها وما بين مواد تانية إن شاء الله مثلا بخصوص بثان معين إن شاء الله رح يتم هذا الأمر ومن خلال خبرتي في تدريس هاي المادة ومواد أخرى إن شاء الله رح حاول أن يعطيك الأسئلة المهمة طبعا بعد ما نحن نشرح الدرس النظري بشكل كامل ونفهمه بشكل كامل حتى من ناحية الاختيار الأسئلة رح يكون اختيار ما دروس ما رح يكون اختيار عشوائي بحيث أنه يكون بيشمل الأسئلة المهمة وأسئلة امتحانية إن شاء الله تعالى طيب ننتقل على النقطة البعدة التركيز على غين المحتوى دون إطالة مملة بحيث أنه الدرس ما يتجاوز قدر الإمكان بين الخمسين للخمسة وخمسين دقيقة ما أكتر من هيك إن شاء الله تعالى سواء درس النظري أو درس حل المسائل مشان مجرد طالب ما زادت المدة عن خمسين دقيقة فرح يكون التركيز صعب جدا ورح يحاول أنه ممكن يوقف الفيديو ويتابعه بعدين عملية تركه للفيديو ممكن تشتته وتضيع عليه موضوع الفهم فلذلك أنا رح حاول أني طبعا الإعداد المسبق يعني إعداد أي مقطع بالنسبة إلي بياخد معي تقريبا 3 إلى 4 ساعات من خلال أني أنا حاول أركز قدر الإمكان بحيث ما يكونوا سلايدات كثيرة وبحاول أني بحيث مثلا اختيار الصور بحيث أنه تكون فعلا بتعبر عن الشيء اللي أنا بديه فاختيار الصورة المناسبة بالدقة المطلوبة كل هذا الأمر مع صنع الملخص العلمي لكل درس يأخذ مني تقريبا من 3 إلى 4 ساعات هذا معدد تحضير فلذلك إن شاء الله التحضير الجيد رح تلاقيه فعلا رح تشعر فيه أثناء حضورك لدروس متما أتلك إن شاء الله بعزز هذا الأمر كله هو التواصل ما بينه بينك مشان بعد كل هالأمور هاي نحن نحاول أنه نرمم أي نقص موجود إن شاء الله من خلال التواصل ما بين بعضنا البعض طيب ملخص علمي ملحق بكل درس هلأ حكيت عنه رح يكون فيه ملخص بيحوي جميع التعريفات اللي أنا ذكرتها جميع المفاهيم المصطلحات جميع الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الدرس إضافة إلى الرسوم التوضيحية والبيانية اللي أنا وضعتها بالسلايتات اللي قدامكم بالإضافة إلى بتمنى أنه كل طالب يدون ملاحظاته الخاصة فيه هلأ أنا بالنسبة لي طريقة دراستي كانت دائما أني أنا بحضر الدرس بدون ورا الدكتور كل شيء بيكتبه بحس أنا أنه هذا شيء مهم بحس أنه وركز عليه بشكل كبير فكمان بتمنى أنك أنت تعمل نفس الشيء معي تدون ملاحظاتك الخاصة بعد أن أنت بتدرس النوط اللي بيعطيك لها الدكتور بها الحالة هي الملخصات اللي أنا رح أطيك لها هي ملخصات صاويتة أنا بنفسي تمام من المراجع اللي أنا معتمدة بعد كل هذا الأمر بعد ما أنت بتدرس وبتحل المسائل بإيدك بتوصل لأسبوع الفيزا أنت مانك بحاجة أكتر من مراجعة بسيطة بتقرأ الملخصات بتحل بعض المسائل يعني لأنت بتحسها أنه هي فعلا أنت بكون معلم عليها أنه هي فعلا أنت لازم تراجعها عبارة عن دراسة 3-4 ساعات قبل المادة بتكون كافية أنك أنت تأخذ علامة الآقة وأنك أنت بتقدر حتى ساعة أنك أنت تدرس المادة وليس فقط أنك أنت هدفنا ليس فقط الآقة وأنه هدفنا حتى فهم المادة بشكل معمق لأنه كثير من المواد الأخرى بتتعلق بها المادة هي بشكل مباشر أو غير مباشر طيب توزيع المواد ومناسبتها منها للمنهج المعتمد في كل جامعة تركية طبعا من نسبة لي اعتمدت عدة مراجع أهم كتاب يونس تشانجل باللغة التركية والإنجليزية وكتب أخرى تركية وكتب أخرى إنجليزية وكتب أخرى عربية بحيث أنه أي مصطلح بعطيك يا هو عبارة عن مصطلح معتمد في اللغة مثلا إذا كان بالإنجليزي فهو معتمد بالمراجع الإنجليزية إذا كان بالتركي فهو معتمد بالمراجع التركية اذا كان بالعربي هو معتمد بالمراجع العربي امكانك انك انت يعني هو انا ما عم ترجم المصطلحات بناء على خبرتي انا او ارتجاليا لا انا معتمد على مراجع بالتلت لغات اضافة الى اني شفت المنهج المعتمد في اكتر من 25 جامعة تركية تمام ساوينا استبيان خاص بطلاب الاكاديمية شارك في عدد كبير من الطلاب بناء على هالامور هيكلاتها اعتمدت المواضيع اللي مشتركة ما بين كل الجامعات تمام بحيث انه تغطي كل الجامعات التركية سواء اللي بتدرس بالتركية او اللي بتدرس بالانجليزي طبعا مع موضوع متمأت لكم انه في بعض الجامعات بتقسم المادة لقسمين على فصلين دراسيين وبعضهم بتعطيه بتدرس هاي المادة كمادة واحدة سواء كان هيك او هيك فانا ان شاء الله رح اعطي كل درس حقه باذن الله بحيث انه لاخذ المادة مادة واحدة ما رح يحس في ملل ما رح حس انه لانه متمأت لك الدروس مركزة واللي اخده على مادتين يعني تيرمو بير وتيرمو ايكي ما رح حس ابدا انه في ضياع لحقه لا ابدا رح حس انه هي الدورة هي تيرمو بير وتيرمو ايكي سوا ان شاء الله تعالى طبعا اللي بده تيرمو بير بقدر انه يسجل فقط على التيرمو بير هي اللي بده تيرمو ايكي بيده يسجل فقط على تيرمو ايكي واللي بده الدورة كاملة بقدر انه ياخدها دورة كاملة ان شاء الله تعالى بالاخير عنا درس نظري لشرح الافكار والمفاهيم متعلقة بكل البحث ودرس اخر لحل مسائل متما انه كل اسبوع عبارة عن 14 اسبوع 14 عنوان كل عنوان له درس نظري بشرح المفاهيم الاساسية اللي فيه طبعا شرح المفاهيم ما انه فيه فكرة سيئة عند الطلاب انه درس النظري هو درس ممل درس عبارة عن حشو كلام عبارة عن كلام معقد لا لا ابدا بامكانكم انه تشوفوا الدرس القادم رح يكون انا رح حاول اختصر قدر الامكان يعني بسط المفهوم العلمي تمام بحيث انه ما ابخزوا حقه وبنفس الوقت يكون مفهوم تماما يعني ما بهمني انك انت اني انا استعرض عضلاتي اللغوية قدامك تمام انا بهمني انك انت تفهم الفكرة فانت مشان تفهم الفكرة لازم تكون العبارة مبسطة قدر الامكان ولازم يكون الامثلة يعني كل مفهوم تقريبا رح اعطي عليه ثلاثة الى اربع امثلة حتى في بعضهم اكتر بحيث اني انا اشعر اني انا يعني لو اني طالب عمشوف هالفيديو هذا انا رح توصلني الصورة كاملة من خلال مثال اثنين ثلاثة اربعة تمام والصور التوضيحية رح تساعد كتير بموضوع الفهم تمام بالاضافة لانه في حال وجود قوانين او شي او مثلا نوتس انا لازم اكتبها فساعة ان شاء الله رح يكون رح اكتبها من خلال الالم هاد يعني مو من خلال الفقرة فان شاء الله رح حاول انه يكون الخط واضح قدر الامكان ورح حاول اني احكي بشكل لا بطيء كتير ولا سريع كتير بحيث انه تكون الامور كلها توسط باذن الله تعالى لهوم يكون خلصة المحاضرة الصفرية او المحاضرة التعريفية بالنسبة لانه بتمنى انه تكون نالت اعجابكم بتمنى انه هاي الدورة ان شاء الله المجهود اللي رح يبذل في اعداد هاي الدورة وفي تقديمة ان شاء الله بتمنى انه ينال اعجابكم ومتمنى انه يفيدكم بحق لانه انا عم حاول اني متما لتلكم يعني حط زبدة الفرع اللي انا درسته بهالمادة هاي لانه فعلا انا بحس بمسؤولية تجاه هالمادة هاي بعتبره انه مادة جدا جدا مهمة ومن امهات المواد مو بس بيفرعنا حتى بافروع تانية لهم تكون خلاص درسنا هذا اليوم بتمنى انه ينال عجابكم شكرا جزيلا لاهتمامكم شكرا جزيلا لوقتكم شكرا جزيلا